مرحب الله وبركاته. اه ان شاء الله راح نتعلم الحين باي سيكس الاشتي امال. او اساسيات بناء الموقع. الاشتي امال هي لغة تستخدم لبناء الاساس الخاص في المواقع. يعني اقدر من خلال لغة الاشتي امال اني احط شكل الازرار ايضا احط الروابط اقدر احط اه. مثلا ترتيب الاشياء هذي كلها. بناء الهيكل الاساسي الموقع. حلو? شون بناء? يخلنا اعطي مثال ثانا. شنو هيكل الاساسي الموقع? خلنا نفترض عندكم مثلا بيت. من خلال مثلا تبون تبنون او شي يحطون الاساس الخاص في المنزل اللي هو الاسود او اي ان كان. فهذا كله الاساس الخاص في المنزل. حلو? انا شنو راح ابني الهيكل الاساسي الخاص في الموقع مالي? اول شي اللغة الاشتي امال مثل ما قلت لكم تعتمد على التاكز. حلو? فعندنا التاكز الاساسية اللي هي تعرف نوع الملف اللي هي الاشتي امال. كلوز اشتي امال. حلو? هذي تعتبر مثود. مثود يعني عملية متكاملة او طريقة مكاملة او مجموعة مجموعة اوامر. حلو? داخل هذي فقط. اللي خارجها ما راح يستجيب له. راح يستجيب له كنص ملف نص عادي. اما هني راح تجيب له كملف اشتي امال. يعامله كمعاملة الاشتي امال. شنو عندنا بعد مهم داخل الاشتي امال. عندنا الهيد. والبدي. حلو? بالنسبة للهيد. راح نتعلم ونحتاج نتعلم بالهيد فقط. اللي هو شون حط تايتل حق الموقع. يطلع لنا فوق هني. لو تلاحظو الماوس يطلع لي فوق اسم موقعي. تايتل. فراح نكتب مثلا. هلو. وورد. تايتل. حلو. هذا بالنسبة للهيد. بالنسبة للهيد ايضا في الا استخدامات اخرى مثل استدعاء الملفات. او مثلا اا التواصل مع مثلا جوجل مابس. هذي استخدامات ما هي علينا. حلو. تحتاجون استعرفونها بعدين في المستقبل. حق اذا تابون. في الويب بروغراميج. اا تابون تنظمون تحتاجون ملفات. اما في الحالة هذي. ما راح تحتاجون الملفات او استعام ملفات. فقط راح تحتاجونها هذا. حلو. هنروح للبادي. طبعا هين مسافة هذي. ما لها اي قيمة. هذي تحتبر داخل الاجتماعيج. هذي داخل هيد. هاد داخل البادي. في البادي. نقدر نسوي ست حق مثلا. بطن معين او حق تكست معين. راح تسوي لهم كلهم ست الحين. اذا نبي نسوي هيدنج تكست. نقول له اتش وان. وتسلسل اتش وان معانا من اتش وان الى اتش سكس. حلو. اتش وان. من تكتب بين. بين ال two arrows هذي لا. بين ال two arrows. اي شي تكست هني راح يقوم بني. هني في المنطقة هذي راح لها. بروبرتي تسوون ست بروبرتي. شنوا بروبرتيز خصائص النص هاده. فقط النص هاده. يعني مثلا لونة. حجم الخط. نوع الخط. ااااااااااااااا. مسافات في مثلا. بطن. اتش بتوين اتش لتر. اي هني تسوي لها بروبرتي. بالنسبة لهني. نقدر نسوي. نحط التكست نفسه اللي راح ينعرض لليوزا. مثل نقول له hello sorry word again حين لو نسوي خنسوي run الموقع هذا راح اسيف الموقع باي صيغة باي اسم كان باسم مثل نسمي اسم الموقع hello world بسيغة dot html عشان عرف البرنامج او الكمبيوتر ان هذا ملف web هذا هو الملف نسوي دران شوفو عندنا اسم الصفحة فوق hello world لو تلاحظون بالتاب بار هذا ماحتاجه وتحت الهيدنج hello world again حلو ان زين الحين ابي احط لي اه مثلا line تحتهم شدي ابي احط separator اهني نقدر نقول بكل بساطة hr horizontal line شوفو طلع لي line حلو نزين ابحط بارغراف البارغراف مجموعة نصب خط صغير فقط نقدر نقول بي اختار من بارغراف وايضن close that هنا تكتب اي شي تبي hello world i'm just playing with html حلو نقدر نحط بارغراف ثانية حلو هنا الحين راح حصر عندنا spacing في بينهم لو تلاحظون في big spacing عشان نتخلص من big spacing هذا نقدر ناخذ النص هذا كله ونسوي cut حلو ونروح هنا ونكتب break line وست هنا راح يطلع متقارب النص هذه كل البساطة الخاصية في البارغراف الآن راح نتغل لل الصور شون ندرج الصورة نقول لها image image src src يعني من وين راح ييب لازم نعلم الكمبيوتر وين موقع الصورة هالي فراح اسوي انا صورة عشوائية انا اللقم افترض مثلا هذي الصورة حلو ا weer take the name والوhr وايضا أترك tuh انهم怒 صورة وان نوعه ضج النوع هذا من يحدده يقوم الى المسوي الصوره وهو يحدده ينفسه أي مل chúng احضر ما يحدده في الفوتشوب هو يحدد نوع الصورة فاحنا نسوي لك كوبي بيس بكل بساطة نحن نروح باست هذه نوع الصورة بما انه الملف موجود على الدسكتوب والصورة موجودة على الدسكتوب بنفس الملف بنفس المكان فانا ما احتاج اقول للديركشن على طول اقول له هلو وورد الملف هذا جنب الصورة اما لو كانت ملف مثلا الصورة هذه اللي انا محدد عليها في الاخضر الصورة هذه موجودة داخل ملف اخر فانا في الحالة هذه احتاج اني هحط اسم الملف بعدين ما تخلط اسم ملف امج بعدين اسم الصورة لكن في حالتنا احنا اهي فقط ست برا ويحطلعي الصورة كاي حلو مثلا نبي نسوي ست حق بوتن او خلنقول لينك ابي شبكني مع مثلا اليوتيوب اي الاي هي عبارة عن تيكست هولدر حلو لكن في عليه اكشن اني اضيف لا اكشن حق التكست هادة خلنفلو شن راح اضيف لا اكشن اا راح اكتب مثلا ابي من اضيق عليه يوديني مثلا اليوتيوب فحسن اقول لينك كوين نروح له اكتب له اتش ار اي اف نفس هايبرد لينك او سنو هكذا وحط كوتو حلو كوت تو كوت و راح اكتب بينهم اللينك اش تي تي بي اس طبعا اللينك من وين راح تيبوني يول كوبي عمل اكتب وتتبيني بسم الأدر و اتشئ هذا و سنوح و زي اذا اوه اذا و ستسكين بعد اشتر يوتيوب 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 خطر عملية اللون! هنا المصنع 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 اللي هو هذا دي اي في دي اي في كلوز دي اي في شنو يعني كونتينر يعني شهتوا هذا كله انا اقدر كله اسوي لك كوبي حلو وحطه في الدي اي في الواحد واسوي لهم ابلاي كالر واحد يعني حين لو بغير هلو وورد كالر حلو فراح اروح ستايل اكتب هني ستايل equal color و اي will type the hex color hex color مو مالجباري عليكم ولا هو مالزوم فتقنوا تعرفون من اي اي تول رح تعطيكم الرقم هو رقم فقط فراح اروح بالinspect اختار النص حلو رح يطلع لي هني element style اكتب هاشتاق خوادا ف الف امم انا اعتقد انها نفترضنا بأحمر حلو هني تشوفوا الرقم هذا نسوي كوبي حلو نروح هني ونسوي طبعا لازم تحطون في الاعتبار آآ الهاشتاغ لازم تحطون الهاشتاغ حني لو سوينا save وروحنا نسوي reload لو تلاحظون بس hello world صارت حمرة لو أبيع سوي الparagraph أحمر لازم أسوي كوبي حق هذا وأحطه هني لكن أنا أقدر أختصر هذا كله وأحطه في ال div أشيل هذا هني وحطه هني في ال div وأنقل كلامي كله داخل ال div هاحط كوبي منه paste نسمي مثلا colored color 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 حلو هسكر هذا ال element لو تلاحظون أن كل كلام هني صار أحمر من دون ما أسوي كوبي بيست كوبي بيست هني ولا هني هني مرة واحدة حطيته وصار عليهم أثنين هم هذي هي فايدة div إن أقدر أسوي apply حق أكثر من effect in one time اه try that type it using any editor maybe you can use notepad if your computer don't has or text editor if your computer mac and you can type this code and try it وشكرا لمتابعتكم كان معاكم وخوكم يوسف أصدر